اهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا باختصار النهاردة موضوع حلقتنا عن انتخابات رئاسة مجلس ادارة نادي 6 اكتوبر وبخصوص النهاردة الحلقة دي النهاردة معنا ضيف مهم جدا 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 وحبيب على قلوب كل الناس معنا ضيفي المهندس احمد حمودة نائب رئيس مجلس ادارة نادي 6 اكتوبر سابقا ازاكي بش مهندس؟ اخبر حضرتك ايه؟ منور الدنيا كلها والتاني مرة نطلق على التوالي على قناة الصحة والجمال منور الدنيا كلها اهلا بك اهلا بحضرتك في البداية كده عايزين اسأل حضرتك سؤال مهم جدا ايه تقييم حضرتك لأداء مجلس ادارة نادي 6 اكتوبر سابقا بدون حيازية وبدون اي تحفظات طيب اهه بشفافية كاملة بكل شفافية اه المجلس السابق اللي هو انتهت الفترة بتاعته من حوالي اكتر من اسبوعين تقريبا اه عمل بما يرضي الله قولا واحدا الناس اللي كانت موودة كلها كانت بتشتغل من صال لأجل صالح كيان نادي 6 تكتوبر طيب اه ممكن كان فيه عوائق اكيد اكيد طبعا كان فيه عوائق كتير اه اكيد كان فيه سلبيات بس كان فيه ايجابيات كتيرة جدا يعني الحمد لله كان فيه ايجابيات كتيرة جدا اه وجهنا مشاكل من اول ما استلمنا المجلس كاعضاء مجلس ادارة اه كان فيه اواضي مرفوعة على المجلس واكيد كل اعوائنا دي سلتكتوبر عارفين القصة دي كويس اول فمش مفيش مجال ان انا اسردها يعني اه الاواضي دي اعاقت اه نشاطات كتيرة جدا اعاقت مشاريع كنا نوين ان احنا نبدأ فيها من دي وان من اول مجينة اجلتها يعني الحمد لله ان احنا قدرنا نتعافى من من الموضوع الاواضي وموضوع المشاكل دي وقدرنا نبدأ هذه المشاريع اه برضو للأسف الشديد امكان دي بقولها يعني شهادة لله وللمجلس اللي جاي ان هو ان شاء الله ياخد باله منه ان شاء الله في مجموعات للأسف الشديد داخل نادي ساتة اكتوبر ما بتبصش للكيانة وهو اللي بتبص لمصلحة هذا الكيانة ليها دايما اهداف شخصية ليها متطلبات شخصية اه بنواجه يعني وجهنا الموضوع ده بشدة في الاول بصراحة ويمكن اشرنا ليهم في الاول يا جماعة احنا كلنا داخلين نخدم الكيانة داخلين حقا حاجة للنادي داخلين حقا حاجة لل الاعضاء النادي الاعضاء الجامعية لومية بزرط بس واضح ان ده يعني خلي بالحضر لك انما اللي بقول مجموعة يعني انا بتكلم على عدد لا يتعدل الخمسة عشر عشرين يعني مش بتكلم على مش بتكلم عن شخص معي خالص خارص عرض ولكن احنا نادي ست اختبر هو مؤسسة داخل المجتمع المصري اكيد اه ما بنقدرش ننفصل عنه فلو احنا خدنا مصر كدولة بحجمها بسلبيتها وايجابيتها الرئيس طلع في مرة قال يا جماعة ده فيه تلات تلاف اشاعة طلعوا في الفترة زمانية من اعتقدت كان شهر او حاجة زي كده اه طبعا تلات تلاف اشاعة يعني انتو بتخيل حجم النادي نفس القصة هزي المجموعة اه عاملة لوبي لوبي داخل النادي وما ببلغش لما بقول كلمة لوبي اه بغرض اه نشر اشاعات معينة لمحاربة اشخاص معينة او لدعم اشخاص بالمناسبة يعني ممكن تكون بتعمل اشاعة عشان تحارب شخص او بتعمل اشاعة علشان تدعم شخص ودي كانت من ضمن المشاكل الكبيرة جدا اللي ما واجهتش المجلس ده بس لأ كانت بتواجه المجالس السابقة مع تقديري واحترامي لكل المجالس السابقة ولكن يمكن المجلس بتاعنا تحديدا من اول يوم يعني اه واجه المشكلة دي يعني المجلس بتاعنا تحديدا انا واجه المشكلة دي فاصبح الصراع اه زي ما بقولوا ايه علني يا جماعة انا بدون مقطع كلام حضرتك فيه بس ايه حاجة كده عايز اقولها بسيطة تفضل هل المصلحة الشخصية عملت اعاقة لتحقيق خدمات واهداف للنادي في المجلس السابق؟ المصلحة الشخصية بالنسبة لمن؟ بالنسبة لأعضاء المجلس يعني هل ان كان فيه حد ليه مصلحة خاصة تحقيق لمصلحته الخاصة انه هو عمل اعاقة في تحقيق الاهداف او الخدمات اللي كان مفروض انه يتقدم للنادي بس اقول لحضرك حاجة قرارات مجلس الادارة بتتم في حضور اغلب اعضاء مجلس الادارة تمام وبيتم التوقيع عليها من رئيس المجلس وبعض اعضاء مجلس الادارة وابدو حصن بقوة الجهة الادارية يعني الحاجات دي المحاضرة دي بتتبعت للجهات الادارية تمام مفيش اي حد حقق مكتسبات شخصية داخل النادي نهائي تمام قولا واحدا الدليل على كده اي حضرتك النهاردة احنا لما جينا قلنا عايزين نطور المنشآت الخاصة بالكفاتريات او بعض المنشآت الخدمية داخل النادي بزر قلنا لأ لان احنا عارفين ان فيه لوبي اذا ما اتفقنا في الاول اكيد اكيد اعلننا رسمي في الجرائد الرسمية عن مناقصة يتقدم لها كل الشركات لها الخبرة في ادارة المنشآت الخدمية داخل النادي وتم تقديم مظروف مالي وتقديم مظروف فني وكان فيه لجنة مشكلة وتم فض هذه المظاريف من قبل الناس كلها للحصول على اكبر مكاسب تخص النادي اكبر مكاسب تخص النادي وكانت نتيجة هذه المناقصات او المزادات ان بقى فيه مية اكثر من مية وخمسين الف جنيه شهريا زيادة عن العام السابق نتيجة المزادات اللي حصلت دي يعني بقى اصبح فيه تجنة دي مية وخمسين الف جنيه شهريا او يزيد فائض شهري عن القيمة الاجارية السابقة تمام تمام مفيش حد من الناس دي بقى لا قريب حد ولا صاحب حد ولا يعرف حد او ليه علاقة بأي حد بأي حد في الماكس داخل عضو مجلس يعني داخل اعضاء مجلس الدارة مفيش اي علاقة لا شخصية ولا نسب حتى يعني زي بيقولوا باللغة العربية مهندس احمد دلوقتي كان فيه شائعات فيه منها صحيح وفيه منها خطأ ما مدى تأثيرها على مجلس ادارة نادي ستة اكتوبر سابقا سابقا هو خلينا قولي ان ما يعني ما فيش شائعات بتبقى شائعة صحيحة بنسبة مية في المية يعني من مبدأ ولا تقربوا الصلاة اخبرنا حضرتك طب ما كمل الاية ولا تقربوا الصلاة وانتم سكار صح عشان الاية تكمل ويبقى المعنى وصل مزبوطة بالزبط تماما هقول لحضرك حاجة بعض الشائعات اللي طلعت على المجلس السابق من المجموعة امكين انا في اول ما ما جيت قلتول ما يا جماعة بلاش حقد وبلاش تبقى نوع من الكيد للمجلس انتوا لسا ما تعرفوهوش صح ليه من الاول بتقولوا يعني ظمم ان المجلس ده مش هينجح لا ان شاء الله المجلس ده هينجح جزا كانت اول شائعة اول شائعة ده بيقول على اعضاء الجامعية العمية انهم بيكيدوا بيحقدوا اعمموا يبقى انت خدت قصة ايه لا تقربوا الصلاة ومتن محولها لشائعة لتشويه اه شخص في بداية عمله صح داخل النادي هو ليسا ما استناش هو عمل اي حد اه بس هو خلاص طالما انت بدأت تواجه امم فاحنا لازم نبدأ من الاول نبدأ سياسة التشويه امم تمام طيب طب سياسة التشويه اخرى لازم تبقى ايه طب ما فيه شائعات طلعت اه لا ده فيه اه مكتسبات مالية بيحققها بعض اغراض مجلس اه اعضاء مجلس الادارة داخل النادي عن طريق الاجارات او او زي ما انا ذكرت من شوية بالضبط ده فيه اه بعض الموظفين اه اه الاعضاء مجلس دارة قاموا بتعينهم لانهم اصدقاء او انهم اقارب او 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 ده فيه لا لو اعدت اعدد لحضرات الكم الشائعات كتير طبعا كتير فيه جزء طبعا حقيقي زي ما اضربت الحضراتك مثلا من الاول اه فيه كلام بيتقال بس انا باخده اعظمه واحوله لشائعة بغرض شو معين يعني كمثال احنا عملنا مشروع كمجلس ادارة داخل النادي وانا شايف ان المشروع ده لو المجلس الادارة ما عملش غيره فهو مكسب حقيقي لنادي 6 اكتوبر حيدي ثقل لنادي 6 اكتوبر خلفتر القادمة اللي هو ايه اللي هو مشروع النظم تطوير عمالة النظم احنا المجلس لما جيه نجح كان مشكل من بعض القوائم يعني يوم 12 عضو مجلس ادارة كان فيه تقريبا من كان فيه خمس قوائم انتخابية خلال الدورة اللي فاتت نجح من كل قائمة تقريبا ما بين اتنين الى ثلاث افراد فاصبح المجلس ممثل من جميع القوائم اللي كانت نزع على الانتخابات القائمة اللي انا كنت بنتمي ليها كانت عاملة مشروع اسمه سمارت كلاب لما عرض هذا المشروع اسمارت كلاب على مجلس الادارة كان فيه دعم من اعضاء المجلس لتحقيق وتنفيذ هذا المشروع ايه اسمارت كلاب ده ان احنا قلنا يا جماعة لازم نادي 6 اكتوبر اللي هو مساحته دلوقتي الحالية حالية 112 فدان يعتبر اكبر مساحة يعني احنا قلنا اكبر تاني مساحة بعد نادي الشمس تاني مساحة اه بترايز. احنا دخلين على آآ عشرين عشرين. لازم عندي سيستم متكامل ما ينفعش ان انا لبقى شغال السماني ولا. صح. ماسك وراء وقلم وعمال اكتب. لا طبعا. وده ممكن يسبب اخطاء كتير. اكيد طبعا. وفي اكاد وفي اجئية حاجات هتقع برضو. طبيعي. طبيعي. انا دعو انصر البشري الوجود. بالضبع. فقلنا لازم نربط ادارات النادي كلها. الادارات العضوية. بالمالية. بالمخازن. بالنشاط الرياضي. بشؤون العاملين. كل بقى كمبتراز. مجرد هو سيستم رابط النادي كله ببعض. صح. انا عملت سيستم رابط النادي. اه عايز اركب بابات الكترونية. تمام? اه بحيس ان انا احدد عملية الدخول والخروج داخل النادي ما يبقاش فيه غير اعضاء النادي بيخشوا. بالزبع. او او الا من خلال بابات الكترونية. فالمشروع ده لما جنا طرحنا. الناس اول حاجة قوبل بها ايه? هذا المشروع سيتم تكلفة 3 مليون ونص. هتغرموا النادي 3 مليون ونص جليل. تكلفته عليه. اه. هم انتوا جبتوا رقم 3 مليون ونص مننا جماعة. يعني السؤال هو. لا وبدأ الموضوع يروج على هذا الاساس. طيب خلص. احنا هنشتغل. فاول حاجة عملناها مثلا فقمنا فردين شبكة الفايبر. ليه? لان النهار ده عشان اركب بابات الكترونية واركب كاميرات واركب سيستم. لازم يكون عندي الانفراستركشور. اكيد. الف وسبعمائة متر. فيبر. طغط النادي. كاميرات. طغط النادي. سيرفر. عشان يبقى يستوعب ده. قوضة سيرفر كاملة. انا بالاسف شديد ما جبتش معي الصور. لكن المحاجات ده كلها موجودة. بحقائق. بمصورة موجودة في النادي. وجميع اعضاء الجميع لو ما اظهروا يطلعوا. يشوفوا الحاجات دي بيعنيهم بقى. مش عن طريق السمع. لا يطلع يشوف الكلام ده كله. قوضة سيرفر كاملة متكملة. ما كانش فيه حاجة اسمها داتا في النادي. انا النهار ده لما كنت بقى ادور على اه داتا للاعب عندي كان مثلا من من اربع سنين ودلوقتي ما كنتش بقى لقيله داتا. ما كناش منلاقيها. خالص. بقى عندي سيرفر بقى عندي داتا بقى عندي. بقى خلاص. طب كل ده هيتكلف كامل. ما حصلش ستمائة الف جنيه. كل اللي انا حكيته لحضراتي ده. قال لا. طب. ده ده من ضمن الشائعات اللي تقالت ضد المجلس. ده 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 من يومونس. واموال النادي بتصرف. يا جماعة لو سمحتوا وانا بقولوا يا ايها اللوبي. انا بسمهم لوبي. يا ايها اللوبي. كفاية بتضمروا نتيبكم. وبالمناسبة اعضاء الجماعية العمية بتوعون الست اخورة. اعضاء وعية جدا. وعية جدا. عارفين. عارفين الاشخاص دي بالاسم. حضراتي. يعني لو حضراتي نزلت كده عملت مسلا لقاء في الناسة. قلت لهم مين اللي بيقول كازا كازا. هيقول لك. فلانا وفلان وفلانا وفلانا. اه. معروفين بالاسم. معروفين. بالاسم. وعضاء الجماعية العمية وعية. بس للأسف احنا بنشوه صورة ندينا. صح. من من ولا حاجة. طيب ايه الاستفادة? ربنا ربنا اهديه. طيب انا عايز اسأل حركسي سؤالي مش مانس. طب دي. دي سؤال شخص. طب دي. طب دي. ليه حضرتك ما دخلتش انتخابات المرحلة التانية. شوف انا اقول لحضرك حاجة. اه. كتير من من زمالنا وكتير من الناس اللي كانت اه حريصة على النادي. وكتير من الناس اللي شافتنا واحنا شغالين. سألتني السؤال ده بصراحة. انت ليه مش ناوي وتنزل دورية. انا خلال الدورة اللي فاتت بمنتعل امانة. آآ بازلت مجهود آآآ جبت جدا. وده مش معناه ان انا آآ بااقول ان انا عملت حاجة لأ انا انا لما جيت تطوعت للعمل العام داخل نادي ستة اكتوبر كنت عارف انها لازم حبز المبهود. كنت عارف ان انا في مشاكل كدير حواجهها. آآ لكن ده بصراحة اثر بطريقة او باخرى على آآ الشغل. يعني احنا انا الراجل شغال آآ يعني ما عنديش عندي الشغل انا عندي شغل بتاعي. فعدم تواجدي آآ في شغلي اثر بطريقة او باخرى على على الشغل. فانا حسيت ان انا لو نزلت الدورة دي مش هقدر قدي بنفس القوة او بنفس الاداء اللي انا كنت شغال به خلال الفترة اللي فاتت. فقلت لأ يعني ان شاء الله ربنا اوفق آآ المجموعة انها هتبقى موجودة ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية وان شاء الله. حال كويسة بازن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب سؤال اخير بقى. اه. في ملفات قضايا فساد تخص مجلس ادارة نادي ستة اكتوبر سابقا. شوف انا اقول لحضرك حاجة. المواضيع دي اه اسيرت وحتفضل تصار. بس عشان نقعد نتكلم فيها. لا دي محتاجة حلقة حلقة كاملة. ده حال حقيقة. هل ده منع من الرد ولا? لا لا لا. بس الفكرة ان فعلا الموضوع ده محتاج استفاضة. محتاج استفاضة في الكلام وآآ عشان ما يبقاش فيه اي آآ كلام آآ تجريح لأي حد بالعكس يعني لازم يبقى الكلام مواضح للجميع ان شاء الله. آآ. نورتيني شرفتين. مهندس احمد آآ حمودة نائب رئيس مجلس ادارة نادي ستة اكتوبر سابقا. آآ مشاهدنا حنتلع تقرير. وقبل ما نطلع نشوف التقرير حنآ هنكلم عن ضيوفنا اللي هيكمله معنا الحلقة. العقيد هشام سالم مرشح لرئاسة مجلس ادارة نادي ستة اكتوبر. كابتن احمد الشازلي عضو سابق لمجلس ادارة نادي ستة اكتوبر ومرشح كعضو مجلس ادارة الدورة القادمة. آآ مهندس آآ محمد شيتا مرشح لعضوية مجلس ادارة نادي ستة اكتوبر. هنتلع فاصل نشوف التقرير ونستقبل ضيوفنا. موسيقى